ما ذكرنا في الشهر الماضي هناك أيضا تقارير وارتفاع في أسعار مواد البتروكيمويات إلى أي مدى يعزز الأداء الإيجابي لسابق وإلى أي مدى هناك توقع بأن تظهر نتائج إيجابية وأرباح للشركة في الربع الأول ما في شك أن الربع الرابع كان مثابة مفاجئة بالنسبة للناس كثير بالنسبة للربحية التي استطعت تحقيقها سابق بالرغم من الغيوم التي كانت موجودة بسبب سابق للإبتكارات أو غيرها لكن لا تنسي أنه سابق عنده مشاريع طموحة وعنده يعني التوجهات استثمارية إضافية وفي عنده مشاريع يعني ما بنسمع يوم أو يومين إلا وفيه سابق منطلع خبر فبالتالي التوقعات بالنسبة للسابق تبقى إيجابية وما في شك أنه أنه نهار السعر حقه في بدء العام الماضي يوصل إلى حوالي 34 ريال وبعدين الآن أنطلق وخلال سنة فوق المئة ريال يعني تقريبا مرتين جاب السعر أو أكثر فبالتالي بالنسبة للسابق إلى الآن الناس بتنظر لها أنه الربع الأول ممكن تكون فيه مفاجأة من زاوية تحقيقة ربحية ومن زاوية حجمة ربحية التي تستطيع تحقيقها هل تستطيع سابق أنها تحقيق أرباح أكثر من الأربع مليار التي حققتها في الربع الرابع أو ستكون النتيجة أقل الله العالم لكن إلى الآن لا تزال أسعار البترول بتدعم إمكانية أنه قطاع البترول كميانيات ككل وخاصة سابق أن يحقيق نتائج إيجابية لا ننسى أنه معظم بالنسبة لنا قطاع البترول كميانيات تعتبر ميزة نسبية للمملكة من زاوية توفر الغاز ومن زاوية تصميعه من زاوية اكتمال العقد الكامل من زاوية عدد الشركات التي تنتجها لدخلها في السوق ولا ننسى أنه سابق كمان لها يد بالنسبة لعدد كبير من الشركات الموجودة التي الآن ستبدأ تنتجها لكذا الناس تنظر وتشوف أنه ربما ستكون فيه نتائج إيجابية أكثر لننسى أنه سابق لها دخل في أنساب وسابق لها دخل كمان في الكيان ولها دخل في بعض الشركات الأخرى فبالتالي ازديادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج من قبل هذه الشركات عادة بيصب بصورة إيجابية في سابق وعلى ننسى أنه سابق كمان عندها مشاريع دولية وعالمية وبتوقع اتفاقيات مختلفة فبالتالي بالنسبة للقطاع البترول كميات ككل التوقعات الإيجابية ناتجة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها على مستويات معينة ناتجة من تحسن الطلب العالمي وصدور تقارير معينة بتشير إلى أنه في نوع ما بداية انفراج وبالتالي ازدادة الطلب على منتجات هذه الشركات أنا أتوقع أنه النقطة الإيجابية والشيء اللي بيدعم السوق بصورة أكبر واللي وقطعه المتركة المئيات واللي بيحقق نتائج إيجابية وهي اللي بنشوفه أنه بيدفع في قطاعات أخرى نتوقع أنه حيكون لها تأثير إيجابي بنسبة للسوق وفي قطاعات في السوق نتوقع أنه ما حيكون لها تأثير إيجابي وربما يكون فيه منها إيش معاناة بالضبط نعم يعني أيضا دكتور ياسيم بعض الأرقام والتوقعات بدأت تظهر يعني هرمس أصدرت تقرير تتوقع به نتائج بعض الشركات في السعودية بنوك واساب سابق يعني توقعت لها 5 مليار و 758 مليون ريال رأينا سابق في الربع الأخير سجلت 4 مليار و 580 مليون ريال كيف تنظر إلى هذا التوقع في معدل الربحية أو صافي الربح لسابق عنده 5 مليار و 758 إذا استطعت سابق أنها توصل بالحدود الـ 22 مليار خلال نهاية السندية بناء على التقرير هذا ممكن حنشوف مكررات جيدة بالنسبة السابق ويعتبر حتى المئة الريال يمكن نوع من الإجحاف حق سابق إذا استطعت أنها تحقق الـ 5 أو 6 مليار وترجع لنفس المناخ اللي كانت موجودة فيه من سابق لكن أنا ما أدري بالنسبة للأربع الأول ما توقع أنها توصل لنسبة النمو والزيادة باللي هم متوقعين اللي هو حدود 20 إلى 25% يعني لسا يعني كبير كثير أن الزيادة توصل مليار شوية لا أنا ما أتوقع أنها توصل لكن ربما عندهم معلومات إضافية يستطيعون إخلالها يحكم لكن كل الظروف موجودة بتحكم أن القطاع البتروكيميائي سيكون نتائجه أفضل بكثير في الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 نعم طيب دكتور ياسين أيضا دعنا نفسر نوعا عن السيولة التي نراها الآن في السوق السعودية مع هذه المعطيات الإيجابية كما ذكرت عن القطاعات بشكل عام عن الاقتصاد السعودي التحسن في القيم السوقية التي نراها أيضا لبعض الأسهم في السوق السعودية تحديدا في هذا الربع قيم التداولات مع هذه المستيطات أو هذه الحدود في ذل ما يسجله للسوق السعودية في الفترة الأخيرة هل تتناسب هذه القيم مع التحركات المؤشر الحالية لماذا لا نرى قيم تداولات أكثر تشجع هل لم تتشجع السيولة بعد لم نرى دخول قوي للسيولة حتى الآن أعتقد أنه نحن لازم ننظر من زاويتين هل السوق بالنسبة لنا الآن في عملية سبيكيليشن ومضاربات عالية جدا حتى تستلزم دخول سيولة عالية الآن بالنسبة لنا السوق تحول إلى سوق استثماري ومعظم السيولة التي تتكون أو تتم عملية تغيير مواقع عملية إعادة استثمار عملية تحتاج للسيولة زمان كانت السيولة اللي بتخش السوق كان هدفها عملية إعادة تدوير وإعادة ضخ أموال ورفع أسعار الآن العملية اختلفت نوعا ما الأسعار بترتفع كنتيجة طبيعية لتحسن الظروف الاقتصادية ولتحسن أداء الشركات ما بتتحرك نتيجة لمجرد رغبة في رفع السعر أو خفضه يعني هذا التحرك دكتور ياسين تصفه أنت أنه بنظرة استثمارية للسوق يعني هذا التغير الذي حدث مع هذه الارتفاعات وقيم التداولات هل يعطينا أن السوق انتقل بالفعل إلى نظرة استثمارية من قبل المساهمين يعني أنت لما ترجع زمان ونتكلم عن زمان حتجد أن السيولة اللي كانت موجودة كانت سيولة مرة مرتفعة وكانت تخلي المملكة في مصاف أوائل الدول من ناحية حجم السيولة اللي بتدخل السوق واللي بتأدي إلى دوران السوق عدة مرات يعني كنا بنشوف شركات بيدار رأس مالها عدة مرات خلال يوم واحد وهذا شيء يعني كان ما هم عقول فبالتالي أنا أعتقد أنه المفترض أنه عملية الدخول لسوق الأسهم بتتمع العملية استثمارية بحتة فبالتالي عملية استثمارية بحتة عادة بحكمها عوامل أهم عوامل اللي بتحكمها أنه قيمة الاستثمار ذا القيمة العادلة الموجودة فيها والعوامل الأخرى اللي هو التوقعات بالنسبة لهذا الشيء إذا كانت التوقعات بتفيد أنه هذا ربما بتأدي إلى تغيير المواقع بتأدي إلى أنه سيولة بتنضخ عشان تنباع عشان تخرج أو تدخل في السوق فبالتالي اللي بيحكم العملية وأكثر دعا اللي هو حاجة الناس للنقدية وبالتالي بيبيعوا جزء من استثماراتهم فيها والمدى أو الهورايزن أو المدى الاستثماري للفرد نفسه أو الأفق الاستثماري للفرد نفسه فهذه كل العوامل ممكن تدرس ونعرف بالضبط هل هو حجم السيولة مناسب وملائم بالنسبة لنا أو غير ملائم هل 3 مليار ملائم هل 5 مليار ملائم هل 10 مليار ملائم هل 30 مليار ملائم في حدود معينة للسيولة اللي يحتاج السوق عشان يعني ننظر له نعتبر أنه حجم السيولة الداخلة بتكفي لأنه تأدي إلى سلاسة سلاسة عملية الدخول والخروج وفي نفس الوقت بتدي إلى نوع من التقييم الإيجابي للسوق كثرة السيولة وكثرة التذوير بالنسبة للشركات له جوانب سلبية كما أنه له جوانب إيجابية الجوانب السلبية أنه عملية رفع الأسعار بصور غير منطقية عادة بتدي إلى انهار السوق وتدي إلى مشاكل لكن الصعود بثبات ونتيجة لمتغيرات اقتصادية هو الأفضل بالنسبة لأي سوق موجود عالميا نعم شكرا لك دكتور ياسين الجفري عامية كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة شكرا لحضورك معنا نذكر بأرقام إغلاق السوق السعودية مع نهاية جلسة اليوم إذن ترى